تشخص الأنظار في زمن الأوبئة إلى الكوادر الطبية لكن جنودا مجهولين يقومون بأعمال لا تقل أهمية وجهدا عن أعمال الأطباء والممردين في مستشفى رافيق الحرير الجامعي كان للتلفزيون العربي جولة على الطوابق السفلية البعيدة عن العيون أصوات آلات الغسيل ترشدك إلى المعسكر الأول هنا حيث خلية غسل وكي وتعقيم كل ما له صلة بالمرضى والممردين والأطباء طريق لم الغسيل من أقسام الكورونا غير كليا طريق لم الغسيل من الأقسام العادية من الطوابق العادية نحن لدينا غسالة خاصة بأقسام الكورونا إلى بابين يعني باب منفوت فيه الغسيل اللي منلمه من المرضى لنغسله وبس يطلع الغسيل وينضف ناخده من باب تاني كليا خطورة كورونا على المتقدمين في السن لم يخف نادي الخمسينية ولم يدفعها للتخلي عن مسؤولياتها هذا واجب وطني وإنساني بنفس الوقت ونحن بس قبل ما نخلص شغلنا بنتحمى ونتعقى ونذهب على البيت كمان وعملين الوقاية اللي كل المفروض نعمله ومن رائحة الغسيل النظيف إلى رائحة الطعام في مطبخ يوضب فيه العاملون الحصص الغذائية بعناية فالجسم السليم في الأكل السليم حذير وجبات الطعام تبعوه للمرضى بكل الأقصام بما فيهم أقصام العزل بمطبخ مستشفى رفيق الحريري الجامعي بلشنا نقدم الأكل بمستوعبات أحاديث الاستعمال لنتفيدها انتقال العدوى لباق المرضى وباق الموظفين إذن العملية تكاملية الطوابق العلوية تهتم بالعلاج والعاملون هنا يجهدون في التنظيف ومد المرضى بالأطعمة المغذية في مرحلة يرى فيها الطباء وأن التعقيم ورفع المناعة من أولى أسلحة الوقاية وربما العلاج جهود العاملين في هذا الصرح الطبي مقدرة فهم جنود مجهولون يعملون من أجل سلامة الآخرين وجل أمنياتهم تشريعات قانونية منصفة للتقاعد كأبسط حق من حقوقهم كما يقولون هنا علي رباح التلفزيون العربي مستشفى رفيق الحرير الجامعي بيروت